تم إيداع اليوتيوبر المغربي محمد ريد الطاوجني اليوم الاثنين السجن المحلي لأيت ملول بمدينة أغادير بعدما قضى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمتابعته في حالة اعتقال ويتابع الطاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وبت وتوزيع أخبار زائفة والتشهير بأشخاص وبت صورة بدون موافقة صاحبها وإدعاءات كاذبة في حالة العود وكشفارد الطاوجني قبل ثلاثة أيام عبر قناته على منصة يوتيوب والتي يتابعها حوالي نصف مليون أن وزير العدل عبدالطيف وهبي تقدم ضده بشكايتين بعدما ربط اسمه بقضية إسكوبار صحراء